السلام عليكم ورحمة الله وبركاته طلاب الصف الرابع سنقوم اليوم بإذن الله بإجابة أسئلة الوحدة السؤال الأول هو ضع دائرة حول رمز الإجابة الصحيحة أي الكائنات الحية الآتية تقوم بصنع غذائها بنفسها مستخدمة نضوء الشمس هي الشجرة يوضح الشكل أدناه بعض الكائنات الحية التي تعيش في بركة وما حولها أي الأشياء الآتية قد تتغذى عليها صغار الضفاضع على ماذا تتغذى صغار الضفاضع تتغذى على النباتات المائية السؤال الثالث أي العبارات الآتية صحيحة فيما يتعلق بالسلسلة الغذائية أعشاب جندب ضفضع وأفعى هو أن الثعابين تأكل الضفاضع أربعة أي العلاقات الآتية تمثل علاقة افتراس بين نبات وحيوان هو صائد الحشرات والذباب أي السلوكيات الآتية تمثل سلوك إيجابي نحو البيئة هو تدوير النباتات أي الحيوانات الآتية لا يكون إلا مستهلكا أولا هو الأرنب سبعة ما الحيوان الذي يمكن أن يكون مستهلكا ثالثا في السلسلة الغذائية ثمار البلوط السنجاب ثعبان والنسر السؤال الثاني أكتب المفهوم العلم الدال على كل عبارة فيما يلي واحد انتقال الطاقة الغذائية من كائن حي إلى كائن حي آخر هو مفهوم للسلسلة الغذائية مهاجمة كائن حي لآخر والقضاء عليه ليتغذى عليه هو الافتراس حيوان يعتمد على غيره في غذائه ويسبب له الضرر هو الطفيلي تنوع الكائنات الحية والنظم البيئية على الأرض هو التنوع الحيوي حيوان يتغذى على نبات في السلسلة الغذائية هو المستهلك الأول ومجموعة أحياء وجمادات ترتبط فيما بينها بعلاقات حيوية هو النظام البيئي وكائنات حية تعتمد على غيرها في الحصول على غذائها هي المستهلكات السؤال الثالث يعتبر الطائر من المكونات الحية في الشكل المجاور والسحابة من المكونات غير الحية اكتب سببا لتصنيف الطائر ككائن حي والسحابة كمكون غير حي كما نعلم أن العصفور يتغذى ويتكاثر يتنفس ينمو يتحرك ويفرح ويتكاثر يتكاثر أما السحابة فلا تقوم بأي من العمليات الحيوية السابقة الذكر السؤال الرابع أكل خالد دجاجة في وجبة الغداء أكون سلسلة غذائية بحيث يكون غالد فيها مستهلكا ثانيا خالد حبوب دجاج وخالد يتناول الدجاج السؤال الخامس تشير الصورتان إلى طريقتين التنقل عبر المدينة ما طريقة التنقل الأفضل للحفاظ على البيئة الحفاظ عليها من التلوث ونفسر إجابتنا طبعا الدراجة الهوائية لأنها لا تنتج مواد تلوث البيئة كالدخان الناتج من وقود السيارات السؤال السادس للتنوع الحيوي فوائد كبيرة في حياتنا نعم مصدر غذاء مصدر علاج مصدر للمواد اللازمة للصناعة والسؤال السابع ترتبط الكائنات الحية فيما بينها بعلاقات معينة لاستمرار الحياة اكتب مثالا على كل من هذه العلاقات علاقة تجمع في نظام بيئي مائي تسرب السمك اثنين علاقة افتراس بين حيوانين مثل الأسد والغزال وعلاقة تطفل بين نبات وحيوان كدودة والتفاح أو حشرة المن والأشجار السؤال الثامن علل ما يلي تعيش الفيلة في جماعات تعيش الفيلة في جماعات حتى تحمي نفسها من الأعداء تتكاثر وتشعر بالألفة وتسرب النفط إلى مياه البحار يضر بالنظام البيئي لأنه يلوث مياه البحار ويقتل الكائنات الحية البحرية وتعد صحراء النقب في فلسطين من نظاما بيئيا لأنها تحتوي على أحياء كالجمال والصبار والنباتات والجمادات مثل التربة والهواء ويعتبر العصفور مفترسا أحيانا وفريسة أحيانا أخرى لأنه يتغذى على الحشرات فيكون مفترسا ويتغذى عليه الصقر فيصبح فريسة السؤال التاسع ما أثر كل مما يأتي على التنوع الحيوي وعلى البيئة في فلسطين تنظيم الصيد يؤدي تنظيم الصيد على المحافظة على الحيوانات وحمايتها من الإنقراض وترشيد استخدام الأسمد الكيميائية والمبيدات الحشرية يعمل على المحافظة على التربة ويقلل من تلوث التربة السؤال العاشر أكمل الخارطة المفاهمية العلاقات الحيوية ثلاث افتراس تجمع وتطفل افتراس كالدب والسمكة تجمع مثل سرب سمك قطيع فيلة وتطفل كدودة الإسكارس والإنسان علاقة التطفل دودة الإسكارس والإنسان العائل الإنسان والطفيلي هو الإسكارس وعلاقة الدب والسمكة المفترس الدب والسمكة هي الفريسة بهذا نكون قد أنهينا أسئلة الوحدة الخامسة أرجو منكم متابعة الحل والكتابة بخط جميل وواضح وإرسال الحل عبر البوابة ودمتم بألف خير طلابي الأعزاء